أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم من جديد برنامج الله يصبحكم بالخير هناك تزايد كبير في عدد حوادث السير خلال الشهر الماضي تقريبا تحدثنا عن سبعة مواطنين لقوا مسرعهم وأصيب 487 آخرين بينهم 13 إصابة خطيرة لذلك توجب على كل السائقين الحذر والتروي في السياقة إذن حوادث السير مؤشر على عدم التزام السائقين بمعظم قواعد السير وأيضا هناك شروط التزام يجب إجباري على كل السائقين الالتزام بها هذا هو موضوع نقاشنا في هذه الفقائة نرحب أيضا بالأستاذ المهندس فاروق عبد الرحيم رئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور الله يصبحك بالخير سبعة ليرلائل كل كافة للمشاهدين الكرام حياكم الله ونشكرك أكيد على وجودك معنا من داخل استوديونا اليوم حياكم الله ونتشرف الله خليك وبداية وحسب أنت كمان تطلعق عن قرب عن أسباب حوادث السير إيش هي الأسباب الرئيسية الظاهرة خاصة أنه هناك تزايد كثير كبير في الأشهر الأخيرة نعم حادث السير يعود في مسبباته إلى ثلاثة ناصر رئيسية هي العنصر البشري والمركبة والطريق يعني هاي بيسموه اللي هي أركان الحادث المروري ولكن يحتمل أو يتحمل له العنصر البشري ما نسبته تسعين في المئة من الحوادث المروري ونعني بالعنصر البشري هنا الساق والمشاه والعشرة في المئة الأخرى مناصفة ما بين المركبة وما بين الطريق لسيما وأن العنصر البشري هو القادر على التحكم أو العنصر العاقل في المعادلة الحادث المروري القادر على التحكم في المركبة حتى لو كانت المركبة غير صالحة فلنية نصمح الله أو حتى الطارق في المركبة أثناء السير بالإضافة إلى أن الطريق يقدر يتحكم فيها البيانات التحتية معروفة عندنا في الوطن يعني 50% جيدة لكن العنصر البشري قادر على التحكم فيها فبالتالي يرجع السبب الرئيسي للعنصر البشري فيه مسببات الحوالث الموري ناتجة عن السرعة الزائدة ناتجة عن التجاوز الخاطئ أو التعب أو الإرهاق أما فيما يتعلق بالطرق طرق يعني بتكون مسببات الحوالث الموري أنه طرق غير مؤهلة مثلا الاستعاب كم هائل من المركبات طرقنا الفلسطينية مثلا مصنفة على أساس أنه مسربين مسرب لكل اتجاه بالإضافة إلى المركبة خاصة أنه هناك بعض العطايا الفنية أو أنه الأشخاص البقودوا مركباتهم دون الفحص الفني الدولي لهاي المركبات أو نتيجة أنه انفجار إطار أثناء القيادة وأيضا عدم السيدرة التي تكون ناتجة من قبل السائقين طيب بدنا نسأل عن القواعد المهمة التي على السائق الالتزام بها بشكل إجباري هل من قواعد يجب على السائق أن يتزم بها؟ يعني هناك قواعد مرورية ناتجة عن قانون المرور أو لا حتى في دين منظمة لألو هناك تشريعات نافذة يجب على السائق المركبة الالتزام فيها يعني كل هناك مرحلة مثلا بمعنى أنه السائق المركبي هناك سرعة يجب أن لا يتجاوز اللي هي السرعة الزائدة والسرعة الزائدة هون نعني في قضيتها القضية الأولى أنه تجاوز الحد المسموح للسرعة بمعنى أنه داخل المدن هناك سرعة تحدد بنسبة معينة وخارج المدن نسبة معينة فبتجاوز هاي السرعة المسموح فيها الناحية الأخرى في تجاوز السرعة أنه بيمشي بالسرعة المسموح فيها لكن أنه اقترب من مرموشة مثلا فيجب أنه يتمهل أو أنه اقترب من جمهرات المواطنين أو من المدارس بوقود بالسرعة اللي هي المسموحة لكن هون بتعتبر أنها سرعة زائدة لأنه هو اقترب من مرموشة وهناك مواطنين على ممروشة ولم يعطوا المشاة حقهم فالتالي تعتبر هذه هي سرعة زائدة كذلك قضايا التجاوز يعني أنه هناك تجاوز يعني مرتبط التجاوز بالسرعة بمعنى أنه يجب أنه ما يتجاوز إلا إذا كانت ظروف الطريق تسمح بذلك يعني كثير ما باللاحظ أنه بيحكوا أنه خط مش فاصل متواصل أو خط متقطع وأنا مسموح لأتجاوز لكن أنه بيئة الطريق ما بتسمح بمعنى أنه هناك مركب قادم من الجهة المقابلة قريباً ما بيقدر يتجاوز فبالتالي نظراً لأنه مثل ما حكينا أنه الطرق الفلسطينية مسرب في كل اتجاه هو دي تجاوز في الحارة المخصصة للجهة المقابلة فبالتالي بيكون هنا أبجع الحوادث المرورية إلى الحوادث الجبهية وهذا بتعتبر أبجع الحوادث المرورية نتيجة لأنه عنده سرعة خاطئة أو تجاوز خاطئ كذلك بنلاحظ أنه التتابع القريب أنه هذا التتابع القريب أيداً مقرون بالسرعة الزائدة أنه ما بترك فبالتالي بيضرب المركبة اللي أمامه واللي وراه بيضرب فيه بتكون له حادث متعدد اللي هو المركبات بمعنى أنه يجب أن يترك مسافة ما بينه وبين المركبة اللي أمامه تسمح بدخول مركبة قادمة من الخلف يعني تدخل ما بين المركبتين وتسير اللي هو بإستمره طيب بتشوف أنه فيه التزام بهذه القواعد بشكل عام من السائقين ولا أنه يعني إحنا هناك نسبي معينة بالشهر يعني متحدث عن سبعة قتلة يعني هاي بالنسبة للحادث الحوادث المررية يعني حتى لو بدنا نأخذ بعين الاعتبار يعني لي وجهة نظر في الموضوع أنه نأخذ مثلا في العام 2010 كان هناك 135 حالة وفاة لكن انخفض العدد في العام 2011 إلى 115 حالة وفاة هذا مؤشر اللي هو دولي باعتبار من الحوادث المررية أيضا على الرغم أنه العام الماضي وصل العدد إلى برضو 515 أقل من عام 2010 لكن المؤشر أنه قضية توثيق الحوادث المررية في كثير أنه يتم توثيق الحوادث المررية على اعتبار أنه حوادث مروري لأنه لا يوجد له مؤشرات معينة في فلسطين حتى المتغل لحوادث المروري مثلا أنه مركبتين التقطة وكان هناك يعني تماثم بمركبتين يسجل يدون على أنه حادث مروري فبالتالي هذا اللي يزيد اللي هي الأعداد الحوادث المروري لكن في بعض المؤشرات مؤشرات إيجابية بمعنى أنه هناك انخفاض على الرغم أنه بعض الشهور يكون هناك ارتفاع عدد الوفيات لكن المؤشر أنه عدد الوفيات بشكل عام فيه انخفاض من سنة إلى أخرى لكن المؤشر الخطير اللي هو الموجود أنه معظم الحوادث اللي يصير في فلسطين حوادث مفجعة أنه بنتج عنها أكثر من حالة وفاة وهذا المؤشر اللي يجب أن نتبه له أنه مثلا الحادث الأخير اللي صار أنه كان هناك نتيجة لتجاوز الخاطئ اللي هو من قبل سائق المركبي ولم يكمل له التجاوز فبالتالي تفاجأ مركبة قادمة من جهة المقابلة وكان هنا كله حادث جبه ما بين المركبتين يعني إحنا من خلال هناك حس وطني هناك حس مجتمعي في هذا الموضوع حس علامي حس له من حيث الحكومة فبالتالي إحنا نتمنى أنه نتعاون مع بعض ونعزز هذه الأمور يعني بدنا نحكي عن أنه إحنا فلسطين كانت في احتلال ولا اليوم الاحتلال قائم لكن ما بدنا إحنا نلقع شماعة الاحتلال لكن إحنا نضمح أن نحققه في سنوات قليلة يعني دول أخرى متطورة ومتقدمة محققته خلال خمسين عام فبالتالي إن شاء الله يعني هاي الأمور نتكاتف مع بعض حتى أنه نعزز مستوى السلام المريف في فلسطين يعني هون كمان بدنا نشير أنه المساحة الجغرافية اللي نحكي عنها صغيرة بفلسطين بمقارنة يعني إحنا نحكي عن مدن صغيرة بظل أنه عم بصير في حوادث زي ما حكيت مفجعة وكمان بيكون فيها عدد وفيات كتير كبير مية وخمسة عشر شخص قتلوا يعني وأنا هون بضيف على حكك وبأكد كمان أنه ممكن يكون يعني قليل مقارنة مع السنوات السابقة ولكنه بظل عدد كتير كبير من الناس العائلات عم تخسر يعني ذويها وهون هذا يعني في ظل مساحة صغيرة الرند يعني مثل ما حكينا في بداية البرنامج بأنه المساحة حتى صغيرة كمان صحيح يعني وهي الأعداد ممكن بس تذكر الناس بتشير للناس أنه ينتبهوا أكثر يعني وجود مثل هاي الأرقام والأعداد وكثرة الحواجة الزازم كل يوم الصائق يعني يتذكر عائلته يعني وأسرته وقديش مهم أنه يسوق شوي شوي هون بدي أسألك سؤال عن وجود الإشارات والشخصات على الشوارع اللي هي جزء كتير مهم اللي هي ممكن كمان تقي من كثير من الحوادث اللي بتصير أديب بتشوف أنه فيه التزام من من الصائقين بالشخصات والإشارات خاصة أنه هذا أول ما يدرس هاي الأبجديات في السياقة يعني إحنا بدنا نحكي أنه قضية الالتزام يعني إحنا بنسعى حتى تكون ثقافي بين اللي هو جميع أفراد المجتمع فيه كثير يعني قضية الرقابة بتلعب دور معين يعني أنه بينطلق اللي هو المواطن من محافظة مثلا رمالله من مدينة رمالله إلى محافظة الخليل هناك نقطة انطلاق ونقطة التقاف فتلاحظ أنه بالتزمه داخل رمالله يمكن أنه ما بين المدن الفلسطينية نتيجة لعدم موجود سيطرة فلسطينية على المواقع في التالي بيكون ما فيه التزام كثير من الحوادف اللي كانت أنه مفجعة صارت ما بين أنه المدن الفلسطينية نتيجة لعدم موجود اللي هي مراقبة خارج المدن لكن احنا بندعو إلى هذه الالتزام أما فيما يتعلق موضوع الشواخس المرية بداية هناك نقص يعني في كافة محافظة الوطن أو المدن الفلسطينية فيما يتعلق بالإشارات المرية في كافة أنواعها سواء كانت إشارات عادية أو إشارات الضوئية قضية الالتزام يعني بدناش نعمم أنه إحنا يمكن عملنا استطلاع فيما يتعلق معاملية الثقافة المرية في فلسطين يعني النسبة جيدة ولكن إحنا نطمح أن تكون له أفضل حتى أنه كان هناك ما يتعلق له من نظام اللي هي لأحد الغرامة المالية المخالفة المرية كان الهدف منها ليس له هدف مادي بقدر ما أنه هدف راضع للسائق حتى أنه نعزز هالسلوك الإيجابي اللي عنده نقلب من السلوك السلبي بنطبح أنه نعززه ويكون هناك التزام من كافة مستخدم الطريق سواء كانوا مشاه أو كانوا سائقين يعني إحنا بنحكي عن عنصر البشري بنحكي عن مشاه سائقين يعني مثلاً إذا رجعنا إلى رمالله مثلاً عدوار المنارة بيكون هناك اللي هو ازدحام مروري كبير ببعض أحيان بيكون نتيجة لعدم قطع الشارع من مرات المشاه المخصصة وعدم التزام أو طاعة أوامر الشرطة من قبل المشاه بالطير اللي هي الزحمات المرورية فهون نحكي عن الجهاتين طيب سيد فاروق بدنا نبعد عن مجاملة أنفسنا حتى في المرور برأيك هي ثقافة من السائقين أو أنه هناك نقص في الشواخص في الإشارات المرورية في تقصير منكم هذا العدد الكبير يعني أنا قلت بعيداً عن مجاملة أنفسنا في المرور وفي غير هيك لكي نرتقي وننجح هلأ أحكي لك للمسؤولية السلام المرورية هي مسؤولية مجتمعية وحكومة وأهلية وقطاع خاصة يعني دائماً نحن لا نتطرح من مسؤوليتنا هلأ فيه هناك نقص من الشواخص المرورية هاي تتحملوا مثلاً الهياءات المحلية تتحملوا مثلاً بعض اللي هي الوزرات المعنية في الموضوع لكن داخل المدن هاي تتحمل المسؤولية هي الهياءات المحلية أيضاً هناك نقص في الالتزام يعني هناك ضعف الالتزام من قبل اللي هو السائقين أو مستخدمي الطريق يعني أنه نلاحظ أنه نحن نطمح أن تكون هاي السلام المروري كثقافة والتزام السلام المروري كثقافة فهناك نقص في الشواخص وهناك أيضا عدم التزام من قبل السائقين يعني أنا وأنتي بنلاحظ هاي الأمور من خلال مسيرنا في الشارع بسياراتنا أنه الواحد ما بيصدقه هو يصل المحل بالدوية لأنه نتيجة عدم التزام السائقين اللي هم زملائه على الطريق أثناء القيادي وكذلك بعض الأحيان بيكون هناك نقص يعني مثلا فلا ملا فيه شواخص مرية ولكن بنلاحظ أنه ما فيه التزام بعض الأحيان يعني مثلا فترات الصباح بنلاحظ أنه بيكون عدد مركبات قليل على الإشارة الضوئية ولكن أنه الإضاءة الإشارة تشير إلى الحمراء ولكن بنلاحظ أن السائق بيقطع لكن ما بأخذ بعين الاعتبار أنه هناك مركبة قادمة أخرى أنه إلها الإشارة خضراء بذلك تقطع الشارع في التالي هذا يؤدي إلى حادث مروري وبعض أحيان أنه الإشارة الخضراء برضو يجب أن يتدارك خطأ الأخير وين الشرطة من هذا الكلام؟ يعني الشرطة يعني يقوم بدورهم يعني القانون لازم يكون هو رادع بالنسبة للناس يعني بالضبط هو القانون هو رادع وهذا ما كان لهو نظام النقاط حتى أنه هدف أنه كان أنه إذا قام بتسديد القيمة اللي هي المخالفة المالية لكن تبقى مرصدة عليه حتى أنه تكون مثابة غادية هو السؤال وين الشرطة ولكن بنفس الوقت فيه احتجاج رند على موضوع قرار النقاط الشرطة موجودة يعني أحكي لك حاجة أن الشرطة موجودة لكن الشرطة أو أنا أو أنت ما رح نكون موجودين على كل سائق موجودة أو على كل مركبة فبالتالي أنه ما يكون الهدف أنه الشرطي أنه ما بيلتزم بالقانون حتى إذا كان موجود شرطي أو إذا موجود مخالف لكن يجب أنه يلتزم بالقانون لأنه هيك القانون بيحكي حتى أنه يقلل من الحوادث المرري يقلل من خسائر الناتجة عن الحوادث المرري ما معنى أنه هو موجود فقط الشرطي حتى أنه يمنعه أو يردعه عن موجودة وإحنا هون أكيد كمان يعني بنوجه تحياتنا لرجال الشرطة لهم متواجدين في كتير من الأماكن وهم بيقوموا بدورهم وأكيد ما بنقدر نجيب لكل سائق شرطي بس كمان يعني مهم أنه يكون هناك قانون حازم بالنسبة للناس هذا المطال المسئولية المجتمعية في عقاب ومهم أنه كتير المسئولية تجاه أنفسنا وتجاه حماية أنفسنا كمان وبدي أرجع لموضوع الإشارات والشخصات وأسألك عن هل بحق للمواطن أنه كمان يبلغ عن عدم موجود شخصة في مكان بيشوف أنه مهم كتير مرات بنلاقي عند دوار أو عند مدخل أو عند طريق سريع حتى ما فيه مثلا خطوط للمشاة وكتير مرات بنلاقي كمان شخصة موجودة إما ما محية إشي الإشارة أو إما ما علق عليها إشي يعني ممكن تكون سلكيات خاطئة حتى في المجتمع ولكن إيش دور المواطنين وإيش دوركم إنتوا كمان يعني إحنا المواطن مثل ما حكيت أنه مسؤولية مجتمعية بقدر يتوجه يعني هناك أماكن للشكاوى الإلكترونية من خلال الإنترنت سواء إزارة النقل المواصلات الأشغال العامة أو الحكم المحلي بإمكان التوجه إلى البلديات كذلك يعني دور المواطن دور مهم جدا يعني أنه بعض الحالات أنه المواطن بقدر أنه هذه بشكل خطورة أكثر من أنه نتيجة للمرور أكثر من مرة أكثر منه شخص أو مهندس موجودة داخل البلدية يعني مثلا نتيجة للمواطنين مفرق حبوب عمله دواره كان أصبح قلل الحال الهندسي الموجود نتيجة نتيجة كان المواطنين أنه قدموا شكاو ويطرحوا قضايا حتى أنه عز سلامه لكن هناك برضا تعديات من قبل المواضيع برضو على الشواخص المرورية هون السؤال موضوع التعديات يعني أحيانا فيه كثير من الناس يقال بأنه فيه مناطق سرقة الشخصات وسرقة الإشارات المرورية ويعني بالتأكيد هذا مش ذنكم مش أنا اللي بحكم ولكن هي موجود وهي تعود لثقافة المجتمع نفسه وهذا اللي كنا نحكي فيه بأنه لازم يكون فيه هناك رادع ولازم يكون فيه هناك محاسبة وبنفس الوقت منكم متابعة كمان يعني هلا إن كان حتى فيه تقصير من المواطن نفسه منكم أيضا لازم يكون فيه هناك متابعة لأي منطقة يعني هلا أنا مش نحط الإشارة وأنسيها بعد سنة أرجع لها كمان بالضبط يعني هناك يعني أريد أحكي لك قضية أنه هناك نقص فيما يتعلق في الإشارات يعني إذا حكينا أنه رمالله موجود فيها الشواخص داخل المدينة لكن قرر رمالله يمكن نلاحظ فيها نقص وهذا يعود إلى الإمكانيات اللي هي الموجودة عند البلديات يعني باللاحظ أن البلديات متوجه لهم أنه هناك نقص في الإشارات المرورية بيحكوا أنه إحنا بنجيب المواطنين بتعدوا على هذه الإشارات مثل ما حكينا وهذا ليس مبرر يعني أنه مدام أنه بلدي موجودة هناك يجب أنها تحافظ على هاي الأمور تعززها وتقوم بإعادة تأهيل لإلها يعني ليس الفقط اللي هي عملية التركيب ووضع هذه الإشارات وقوم بدراسة الوضع المروري لاحقا يمكن أنه نكون إحنا وضعنا في هنا كف لكن أنه في المستقبل لاحظ أنه حركة سير بطيئة فبالتالي لا يستدعي أنه نكون كف يجب أن نكون هناك مثلات حتى نقفف السرعة فمثل ما حكيت أنه هاي القضايا أنه بنتمح أنه تكون كثقافة وليس أنه بهدف أنه وضعها وإزالة تفي يعني إحنا كمان نأكد على حكيك وعشان هيك كمان حسينا أنه هذا أولوية والمهم يكون دائما نذكر المشاهدين وفكر مرات ممكن حتى في الإذاعات يحطوا أغاني أسوء عمهلك مثلا شغل أحمد أجل تذكره يعني نطمح أنه الإعلام الفلسطيني يخذ دوره في هذا المجال يعني أنه باللاحظ نشكركم إحنا هاي نبادرة إنه إذا بدك تبث سبوت أو إشي يعني بنلاحظ أنه هناك إعاقة أو ما في مبادرة في هذا الموضوع الحس المجتمع يعني يتلج صدر في هذا المجال إنه هناك الناس يعني مهتمي في موضوع الحوالات المرورية هناك بعض اللي هي المحطات الإذاعات بيهتم في هذا الموضوع فهذا يعني يعطي دافع وحافظ أنه نعزز اللي هي الموضوع على كل حال برنامج الله يصبحكم بالخير راح يضل معكم على تواصل وكل فترة وفترة راح يكون هناك حديث عن موضوع معين بحوادث السير أو بالمرور بشكل عام إحنا ما في مشكلة ونحن متشرف ونعطي كل عندنا نعم أشكرك المهندس فاروق عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للمرور يعطيك العافية وشكراً لكم عياكم الله خليكم بدنا نتقل مع المشاهدين ونشوف إيش أبراجهم اليوم تحكي لهم مع فقرة برجك لليوم تحكي لهم مع المشاهدين ونشوف إيش أبراجهم اليوم